استكملت الحكومة إجراءاتها لتحفيز العقار والإسكان لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم فقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسع إجراءات أعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي من شأنه رفع مستوى التداول العقاري تميز هذا القرار في أنه أعفى المازاد عن 150 متر مربع في الشقق وأخضعها للنسبة المخفضة وهي 50% أيضا القرارات والإجراءات الجديدة جاءت استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينون الاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي شملها حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بهدف امتلاك شقق سكنية خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية موضوع تخفيض الرسوم موضوع تحفيزي وبنلمسه بشكل مباشر نحن كناس من راجع دارة الأراضي بشكل مستمر والله أنا حفزتني أني أشري شقة يعني أنا من فترة تستنى في قرارات زي هيك للواحد أنه تقلل من عبئ المواطن والحمد لله من 4% دفعت اليوم 2% أنا عندي معاملات بيع راح يزيد وراح يعني يعطي حافز لقدام أحسن بكثير من الأول يعني من الركود اللي كان أول يعني وهي راح تسوي يعني حركة في السوق العقاري بشكل مستبيع يعني وبحسم ما علمت المملكة أن القرارات التحفيزية العقارية انعكست على مستوى الطلب للاقتراض من البنوك لغيات شراء العقارات بنسبة وصلت إلى 20% وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة عقب تخفيض نسبة الفائدة للاقتراض تخفيض رسوم بيعات الأراضي من 9% إلى 4.5% بالإضافة إلى إعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا بنسبة 50% قرارات وإجراءات حكومية من شأنها رفض قطاع العقارات وتحفيزه بعد سلسلة التراجع الذي شهدته منذ بداية العام أحمد أيمات المملكة عمان ترجمة نانسي قنقر